السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيبات اليوم في قناتكم قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم مجموعة من الوصفات بمكون رائع وهو الحليب المجفث كما نعلم نحلم جميعا بالحصول على بشرة نظرة نقية ولذلك نستعين ببعض المواد الكيميائية والتي عادة ما تضر البشرة بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها لذا من الأفضل استخدام المواد الطبيعية في تبيض البشرة مثل الحليب المجفث فله فوائد كثيرة في تبيض البشرة وكذلك اليوم سنحضر ماسكات بالحليب المجفث لتغذية البشرة وأيضا لإعطائها النظارة وشد البشرة كذلك إذن على بركة الله الآن سوف نتعرف على أول وصفة بالنسبة حبيباتي لأول ماسك سنحتاج فيه إلى تقريبا نصف ملعقة أو ملعقة كبيرة من الحليب المجفث ثم سنضيف مكون آخر وهو الكركم الكركم الطبيعي من الأحسن أن يكون خالي من أي إضافة وملونات سنضيف نصف ملعقة صغيرة فقط من مطحون الكركم ثم سنضيف المكون الآخر سوف يزيد من نظارة البشرة سنضيف الشوفان سنضيف تقريبا ملعقة صغيرة من مطحون الشوفان بعد ذلك سنضيف هنا لمزج وخلط هذه المكونات أضيف ملعقة من زيت الزيتون إذا كنتم تريدون إضافة زيت الزيتون أو حتى زيت اللوز الحلو أو حتى زيت زوز العند أنا هنا سأضيف تقريبا مقدار ملعقة من زيت لوز حلو لأنه مبيض فعال يعطي ترطيب كذلك يعالج كذلك جفاف البشرة كآخر مكون سنضيفه هو العسل الطبيعي في عسل النحل أنا سأضيف هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة لأنه هو الآخر مبيض ومفتح للبشرة سنخلط جيدا المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض نخلط جيدا نستمر في دمج المكونات هذه الوصفة رائعة ممتازة ستعطيكم تبيض تفتيح لبشرتكم يمكنكم تطبيقها سواء على بشرة الوجه أو كذلك بشرة الرقبة أو اليدين كذلك بعد ذلك سنقوم بتنظيف البشرة جيدا ثم سوف نبدأ بتوزيع هذه الوصفة نضع طبقة بالخصوص على مناطق تواجد الهالات السوداء كذلك فهذه الوصفة ستعالج لكم الهالات السوداء سنضع طبقة تكون سميكة ثم سنتركها تقريبا مدة 20 دقيقة إلى غاية ما تجف بعد ذلك قوموا بإزالة هذه الوصفة بماء يكون فاتر ثم في الأخير بالماء البارد استخدموها تقريبا مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج وصفة ممتازة ورائعة جدا والآن سوف نمر للتعرف على الطريقة الأخرى أو الوصفة الأخرى للحصول على بشرة رائعة جدا وكذلك تعطيكم شد للبشرة بالنسبة للوصفة الموالية سنحتاج فيها أيضا إلى ملعقة كبيرة من الحليب المجفف أو الحليب بودرة سنضيف ما يعادل تقريبا مقدار ملعقة ثم سنضيف لها عصير الليمون الحامد مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامد كذلك سنضيف الزبادي أو اليوغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة سنحتاج إلى تقريبا مقدار ملعقة صغيرة ونبدأ في دمج المكونات جيدا هنا لمن بشرتها تتحسس من عصير الليمون الحامد يمكنكم الاكتفاء فقط بالزبادي وكذلك الحليب المجفف بالنسبة لهذه الوصفة فهي قوية ستعالج لكم التصبغات تعطي تفتيح لأننا استخدمنا عصير الليمون الحامد مفتح للبشرة لدرجات وأيضا يعمل على علاج البقى الداكنة جدا سنأخذ دائما هذه الوصفة ونبدأ بتوزيعها بداية من بشرة الرقضة إلى كامل بشرة الوجه يمكنكم أيضا تطبيقها لبشرة اليدين القدمين أيضا ستعطيكم ترطيب كذلك تفتيح بالخصوص أنها سوف تعالج حتى تجاعد البشرة لمن تعاني من تجاعد البشرة أنصح باستخدام هذه الوصفة لأنها قوية في تبيض البشرة وأيضا شد البشرة وعلاج كل الخطوط والتجاعد هذه الوصفة يمكنكم المداومة عليها بشكل يومي ستعطيكم نتائج رائعة وصفة آمنة تصلح لكل أنواع البشرة باستثناء دوات البشرة التي تكون جافة جدا يمكنكم كما قلت لكم الاستغناء عن عصير الليمون الحامد والاكتفاء فقط بهذه المكونات ثم تطبقوا الخلطات أو هذه الخلطة بشكل يومي تتركونها مدة نصف ساعة إلى غاية ما تتشربها البشرة ثم قوموا بغسلها بماء انفاتر ثم بالماء البارد والآن سوف نمر إلى الوصفة الموالية الوصفة الموالية سنحتاج فيها ملعقة من الحليب المجفف لأنه هو المكون الرئيسي في هذه الوصفات كذلك سنحتاج إلى مكون آخر مفتح للبشرة وهو الدقيق الأبيض دقيق المخبوزات والحلويات سنضيف نفس الكيمية مقدار ملعقة كبيرة ثم سنضيف ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامد سوف نبدأ بدمج وخلط المكونات مع بعض بهنا ماء الورد يمكنكم استبدال ماء الورد بماء الزهر كذلك ونبدأ هنا نبدأ في الخلط جيداً سنضيف ماء الورد تدريجياً إلى غاية ما نحصل على القوان الذي نريده هذه الوصفة ستعطيكم تبيهيض رائع يمكنكم تطبيقها على كامل بشرة الجسم كذلك الركب الأكواع لأنها ستعطيكم تفتيح لدرجات وتعمل على علاج التصبغات والبقع التي تكون غامقة جداً أنصح باستخدام هذه الوصفة كذلك هنا الحليب المجفف وأيضاً الدقيق الأبيض يعملان على ترطيب بشرتكم هنا الحليب المجفف يحتوي على حمض اللاكتيك يفتح البشرة لدرجات أيضاً الدقيق الأبيض مرطب ممتاز بعد أن قمنا بالخلط جيداً وتحفلنا على شكل كريمة كما تلاحظون هنا الخلطة لدينا على شكل كريمة سنأخذ هذه الوصفة ونبدأ بتوزيعها دائماً بداية من بشرة الرقبة إلى كامل بشرة الوجه أيضاً على منطقة الهالات السوداء هنا ملاحظة دائماً دوات البشرة التي تكون حساسة جداً من عصير الليمون الحامض يمكنكم دائماً استبداله أو تعويضه بالحليب السائل أو إذا كانت البشرة حساسة جداً يمكنكم الاستغناء عن عصير الليمون الحامض إذن كما تلاحظون هذه الوصفة تتركونها مدة نصف ساعة حتى تجف بعدها قموا بغسلها بماء فاتر ثم بالماء البارد إذن كما رأيتم اليوم شاركت معكم مجموعة من الوصفات بمكون ممتاز رائع وهو الحليب المجفف له فوائد رائعة على البشرة سواء تبيضها تفتيحها وأيضاً علاج التجاعد وجفاف البشرة أتمنى بطبيعة الحال إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بدعمي بالضغط على زر لايك وأيضاً إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناتي لا تنسوا الاشتراك مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد إذن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء